اخبار اش سار مع الاخبار? اش سار مع الاخبار? وعود على أهم الاحداث والاخبار في الاربا وشرين ساعات الاخيرة. البيرا حريزة الجمهورية كان استقبل الوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني من جديد. يعني كان استقبلهم. صحيح. بداية الأسبوع. الاجتماع اتناول تقريبا نفس الاحداث منطع الاجتماع اللي اللي كان. هاو الموضوع. الاجتماع اتناول وضع العام بالبلاد مواصلة العمل المشارك بين كل أجهزة الدولة لمقامة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدين عدد من المواد الأساسية رئيس الجمهورية وضح أنه لابد من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل التي تنكيلي بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجهزة الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر كيف مشدد رئيس الجمهورية على أن الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية وقرر الرئيس الجمهورية في ذات اللقاء انهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية مروين في أول البلاغ نحكيه على اجتماع يحكي على الوضع العام بالبلاد ويحكي على مواصلة العمل المشترك بين كل الأجهزة أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار وترفية في الأسعار وفقدين عدد من المهود الأساسية كنقولوا مواصلة العمل بطريقة بستراتيجية بأي فكرة معناها ناشحة الفكرة هذه هذا المفروض هذا في أول البلاغ نجيه في آخر سطرين واللي هو الزبدة بتاع البلاغ بعدك الكلام اللي كنا نسمع فيه ويقرأ فيه وسامة هذكم الكل قرر رئيس الجمهورية في ذات اللقاء انهاء مدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلي ما نعرش وين التناسي وين تركب وين تركب الحكاية مع بعضها أما قل لي أنت شنوة نجم تفهم من حاجك يمنهك هو اللي كنشوفه البيانة ذا معنات يتبادر إلى الذهن أنه كل ما سبق السطرين اللي يفهم إنهاء المدير العام لأمن العمومي ما أنت هو مجرد مجرد حشو مجرد نعبيه في الورقة على أساس نحكيه في المشاكل هذية ونحكيه في المشاكل تطهير البلاد والشعارات الرنانة هذية اللي شبعنا بهم على مدى سنوات الواجباء تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي ومعناتها مراش عليش الحقيقة كان نرجعه لنوع من العقلانية معنات خطر فما زاد الفينومان متع الاستينيس ولينا نستانسو يعني ملازم ناش نستانسو نرجعه لبعض العقلانية مراش عليش رئيس جمهورية يستقبل وزير الداخلية ويقول له القانون يجب أن يطبق على كل من تجاوزه شنو الزيادة شنو هل هذا موضوع متع نقاش معناتها هل هذا عنده تطبيق عملي هل هذا هذا كله معناتها يا خسر كيت حد في بلاغ يولي مشكلة اي ما عنده كيت يهز تليفون ويكلم وزير ولا مسؤول يقول له رأو يلزم ننطبق القانون رأو مش معقول ما يتبقش القانون هل لماذا تتعدى أما كيولي يهبط في بلاغ تولي مشكلة بالضبط بالضبط وهذا صعيب لحقيقة قراءة ومعنات في علاقة بعملية الإعفاء اللي تم الإعلان عليها كل عادة في العمليات هذية نظرا لأنه ما فهماش تفسير ونظرا لأنه ما فهماش رواية رسمية يتبادر إلى الذهن مرة أخرى أنه صار تقصير معين وبالتالي وجب انهاء المهام من تعل سيد المدير العام لكن في نفس الوقت يتقاللنا وأنه لا وزرارة تخدم على روحها وكل شي وكل شي منظم فبالتالي ما فهماش هل خلال لهذا فبالتالي يعني الخماضة هذية كلها في الأخر ما في الأخر ما تنجمش تخرج منها بحاجة ملموسة إلا أنه وقت اللي تربط هذية بجملة اللقاءات اللي قاعد يعمل فيها رئيس الجمهورية نكتشفوا نبغا نجم ونستخلص حاجتي هو أنه السيد كاميل يظهر لي قابل الرئيس كيمة كان مش أكثر شوي رئيس الحكومة هذا أصبح مفروغ منه والحاجة الأخرى هي بتبع الحال التناول الأمني لجملة لكل المواضيع في أخر الأمر لأنه مرة أخرى نفكروا اللي مقاومت الاحتكار والطرفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية لهذا يبدو أنه مش محور الأول لمتاع اللي تناولوا الاجتماع هذا راوش تجاري اقتصادي باعثا ما من الأخر مايش خدمت الشرطة مايش خدمة الحرس إلا أنه يقاوم الاحتكار وأنه يقاوم الطرفيع في الأسعار وفقدين المواد الاساسية الوحدات الامنية تنجم تخرج رونفور مع عملية مراقبة هي اللي تقوم بعملية الحجز لانه عندها الضابطة العدلية ويوفى الموضوع غادي معنى ذلك مش هما المسؤولين على تنظيم المسالك وعلى الترفيع في الاسعار بل بالعكس هما عوان الشرطة والحرس من المتضررين ايضا من كل هذه الزيادات ايش بيكون متحبوش شفافية تلموا قاعدوا مع رئيس الجمهورية قالهم شنية حوال البلاد باعتبارو قدهم وزير داخلية ومدير عام امن وطني مدير عام للامن الوطني سلهم شنية حوال البلاد قالهم والله يروا منزلتك المسائل مثال احتيكار وشا عملتوا فيهم فالاخر قالهم رانو وش الناحي مدير العام للامن العمومي هذك زبدة الحكاية هو القرار متع تنحيت مدير عام للامن العمومي اللي بقي الكل هاو رئيس الجمهورية في شفافية تيمة نقلت لنا في بلاغ كل ما حدث في هذا اللي قاش منهم متقلقين احنا مش شفافية متع الرئيسة موتا هو لو كان زاد في البلاغ حطونا مثلا كيقول للبلاغ لابدة من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب ياريت لو كان قالونا شكون اللي بشي واجهه خطر كي بلاغ لأ عاد انتي طالب برشاك لأ معناها نعرف اللي فما لوبيات واللوبيات هذي قاعدة تنكل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وتأجش في الاوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا نعرفوهم اللوبيات هانا نعبدلنهم الاطراف كلمة لوبياتي ماوسيه لي وليدي ولو شوف اللليان اللي صير وهؤلاء الذين يغضقون الاموال الفاسدة اثناء الحملات الانتخابية هذي رئيس الجمهورية في الفترة الاخيرة قاعد يعود فيها بالمناسبة وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي واخر دونك ريت من 2019 ل 2024 اي حاجة صارت رام هوم هذوم اللي ينكلوا بين كل موعد انتخابي واخر اللوبيات اللي تعمل في الخفاء بالضبط اي يريد لو كان في منعفهم ولا منعفهم هاو معلومة معلومة اه معادش معادش نطرحوا السؤال معناتها كان كان مش نعملوا فاما فاما الاسطورة متاع المونستر دي لوكنيس اي اي اللي ما اثبتها حتى حد النتيجة الوحيدة المعروفة متاع الحكاية هذي هو انو بحيرة اللوكنيس في سكوتلندا اصبحت مزار اصبحت يعني مزار يجيوها الناس من العالم اي طبق بيقة تصير فيها الناس تعمل عليها تاقف الدنيا بهي والوحشة ذاية فهمش كون شافوا فهمش كون صوروا ابدا فهمش كون نعرفوا مواصفاتوا بجملا لشنو يشبه ضيناسور تمساح شنية نانا حد حد ما يعرف هاللوبيات هذي نفس الشيطة كيف كده معنتها نشوفه في الاثار متاع التصور هذية متاع السياسة هذية في انو نواجه كل شيء امنيا في انو اللي ما يعجبنياش سياسية نقولولولي مربوط معاك الجماعة ذو باي باي دا كوردو اما اللوبيات هذو ما في حد ذاتهم فهمش كون شافهم فهمش كون يعرفهم فهمش كون عندهم مواصفاتهم حتى حتى نمشيوا لي مجلس نواب الشعب مجلس نواب الشعب الجمعة اللي فاتت شطب اسم متاع نائب من كل الوثائق متاعه رئيس مجلس النواب على الاقل مكتب مجلس نواب اعطانا تفسير للعملية مكتب مجلس نواب الشعب المشمع البارح باشراف رئيس المجلس براهيم بودربالا قرر احالة مجموعة من الاسئلة الكتابين مواجهة من قبل العدد من النواب لعضاء الحكومة ونضر مكتب المجلس في وضعية النائب سامي عبدالعالي المترشح على دائرة ايطاليا والنزاع القضائي بين النائب هذية وبين قنصلية تونس في باليرمو وعرج على غياباته المتويترة في جميع الهياكة النيابية اللي ينتمي لها اللي قالوا انه لم يحضر الا في ثلاثة اجتماعات لمكتب المجلس من جملة 15 اجتماع دون تبرير لهذه الغيابات وفق نص البيانة الصادرة عن المجلس واعلن مكتب مجلس النواب انه قرر رفع الاجراءات التحفظية المؤقتة المتخذة في شأن في شأن سامي عبدالعالي وفيما يتعلق بوضعيته الادارية والمالية وبمجرد حضوره لدى المجلس تقديم مؤيدات مع تحديد موعد عقد جلسة عامة لنظر في مسئلة رفع الحصانة مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة مروينا كيد مبعد في الكودجول بشيرجعب اكثر تفاصيل في الموضوع خاصة موضوع الاسئلة الكتابية الموجهة من قبل نوابي لعدد من اعضاء الحكوم بتاو نحكيو فيها باطناء موضوع سامي عبدالعالي هذي نائب ادى القسم ما صابولوش شهرية جويليا وقوت يبدولي اللي هما العطلة النيابية عبد ما يصابولوش شهرية معناها صيق تعاقب واخذينا فيه القرار وانتهى كل شي تو ويقول لنا تم شطبو تم شطبو من كل الوثائق تو ويقول لنا رئيس مجلس النوا مكتب المجلس رد بالس محون ياسم ايه ايه موش سيب رهي مدربالك كل المكتب رئيس مكتب مجلس النوا موخة الرئيس هو اللي يحكي ذكر لي قرر رفع الاجراءات قرر رفع الاجراءات التحفظية والمؤقت بشرط وانو سامي عبدالعالي يحذر في المكتب المجلس يجي المكتب المجلس ويقيد ويقدم مؤيدات على غيب غيبة اهوك بمجرد حضوره لدى المجلس وتقديمه مؤيدات يقدم مؤيدات على غيب وعليش غاب ولكل عليش محذرش الاجتماعات هذي يقدم ما يفيد من عرش الاجتماعات اللي هو والمكتب وقتها مش يحدد موعد يعقد جلسة عامة للنظر في مسألة رفع الحسانة فيما يخص القذية مروي نعم نعم اللي علي شو تحبني بالله ايجا سيدي نتبعو الغرزة نتبعو بشوي بشوي هيا سيدي نظر مكتب المجلس في الوضعية والنزاع والنزاع القضائي بينه و بين قنصلية تونس بباليرمو هكا ولا لا شكون سيادتك بشتنظر في نزاع قضائي نهرش شنية رئيس مجلس ولا مكتب المجلس ولا اللي تحب انتي من انت بشتنظر بشتنظر في نزاع قضائي شكون فوضك انتي اكثر معناها من القضاء ولا كيفاش هو صحيح القضاء طاوح حالتو اكاكا برا يعني باك الرب قضاء ايطالي انتي انتي معناها شنو شنو المهمة اللي عاتاها الروح بش حضرت جنابك كمكتب مجلس سيدي ما ساخش من شخص نوش لامور تنظر في تنظر في نزاع قضائي سمعني مروين القضية منشورة اي اي انتي انتي شكونك ساعة بشتنظر فيها يودي منشورة ولا فيها حكم بيت ولا اللي هو من انت بشتنظر في نزاع قضائي معناتها كاينو انا نجي طيو نجي نجي اليوم قاعد نخدم يجيني وسامي قولي لا برب ما 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 عندكش الحق تدخلو بش نوقفو لك شهري ايه علاش خطر جارك شيكي بيك طلعت الحيط مش يمني فيك وفي جارك كلمة ذا هذي لولة الحاجة الثانية هات نرجعو شوية بش من من نفقدوش الذاكرة هات نرجعو شوية يخي الانتخابات الذاكرة مش هك نظيفة اللي يتللش وكل يجينا في القانون الانتخاب يقول ها لازم يكون عنده بيت روا آآ نظيفة طلعب ولازم يكون الناس تظوما بش طلعو لكم اسمع الطاهرين الخاليسين را ومش كما مش كما مقبل را وكل الخميج وكل سريق تحكي انها الكلامة ذا اي طوى معنتها مكتب المجلس قعد يراجع في عمل هيئة الانتخابات ولا شنو يزب نفهم هنا ولا السيدة ذا يتعدى على هيئة الانتخابات ما فقدش به اما مكتب المجلس يعني الصحة هو اللي راح فاق بموطن الخلل خي مش زوز متاع الدولة متاع الجمهورية الجديدة ذا هيئة الانتخابات تراجع انت على هيئة الانتخابات نزيد ونكمل معرجا شرطة تعريجة شرطة نحلاها ذا مش نهرب من حكايات ذا نكمل ونعرج على الغيابات المتواترة النظام الداخلي يمتاعكم اللي قاعدته ستة شهور ولا درقة دية تقدو فيه وتقدم على اساس انجاز بينما دستوريت ومشكو كفاهة ما اما قلل نخدمه على النظام الداخلي وحاجة تاخذ وقت ورا ولازمنا ناخذ وقتنا في النظام الداخلي باش مباعد متراوش تجاوز وكال وياحد متاع البرلمانات السابقة وهكا ولا من وقت يش الغياب توقف شهري اخي مش عاملين انتوما تدرج في النظام الداخلي المفروض هذي حالات متاع الغياب يزبطها النظام الداخلي بدقة وهي مضبوطة ويزبط وفما تدرج اي توقف له شهرية في العطلة النيابية وتفسخوا اش علينا ذاك مسألة الشطبة ذيك على روح ذاك مورس وحده اي انت جي معناته في العطلة النيابية وتوقف شهريت السيد النائب ومبعد قول لا والله يراي اجراء التحفظية ومؤقتة مالا النظام الداخلي عليش عاملين كواترو نتفرجوا فيه معناتها شدت الحكاية شهرين ولا ثلاثة خدمة باش خرقنا النظام الداخلي اللي كنا نخدم عليه عاد شنون الفرق بينكم وبين البرلمان اللي ترأس ورش الغنوش اللي هو النظام الداخلي بنسبة ليه معنا حاجة تفصيل من التفاصيل ما يخزوا للجملة عاد شنون بدلتوا ما مالا غدوا أنا يولي يولي وآراء سيد النائب فلان لفلان ما يعجبونيش هاي يا سيدية وقف له شهري وشطب ليه ما إجراء تحفظ ومؤقت هي يا ولدي على شنون فما لجنة راك ما حضرتش به هذا هو البرلمان اللي حشنا بيه زا ما سامي عبدالعالي هو الوحيد اللي غاب عن الليجين ما نتصورش ما نتصورش خطر إذا كان قسينيل وشهريته وشطبناه على خطر غاب من الليجين ماذا بيه نعرف الحضور في الليجين كيفاش نسبة الحضور في جميع الحالات النتيجة اللي نخرجوا بها هو أنه النظام الداخلي هذير فلوما وباهي كين بعض يتقابلوا رؤساء الكوتل ونواب ونضرشنو ويحتجوا ومش عجبهم ومش درشنهم بلهي ولاو دخلنا ده دخلتني بسيف في الكوتجون بلهي فما مسؤول في البرلمان جلسة لافتتاحية ما يدخلوش الصحفيين لتوا ما نعرفوش علاش لتوا ما نعرفوش يكون قرر حتى ويهل آآ بعد قلنا لا ما يحضروش الليجين بايش كونا قررها الحكاية ذا حد حد ما يعرف آآ بعد قلنا لا أسمع يدخل كان الإعلام العمومي ياودي بنا تفكير بنا حتى حد ما يعرف آآ باهي السيد ذا شكون شطبه ذا السيد كان نائب على روح ومخت منتخب وندرش يشكون اللي قال ناخذوا فيه الإجراءات التحف والمؤقتة هذية ونوقفوله شهرته ونحيوهم الموقع شكون وها شكون يقرر عندكم هم رجعو على حسما كنا نقرع رجعو بشروط يرجع كما يحب ذا 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 يسلكوا في أمورهم آآ لا نحب نعرف راس الفتلة ملو شكون اللي خذر قرع على حسما كنا نقرع لهنا مروين مكتب المجلس مين المفروض ما نحبش نفترض ذا ناخوي لا هذا هذا ما يمكن أنا نحبش نفترض مش فما لجنة جاوبونا بصراحة على شكون اللي قرر شطب نائب راي راي حاجة فضيحة راي حاجة خطيرة جدا شني معناها شني معناها شطب نائب بناخي بيه بشرعيته بحملته باللي تحب بنتي قوم الصباح قول اسما هو را وفلان جا هو را وفلان عمل الحملة الساعة وجاب أصوات ونجح وشاء وقد القسم أما لأ أما التهوى ما عادش عاجبني نحب نحب نشطب ونحب نحيا في الأخير مروان اللي نجمو نفهموه كونو بالأهواء بالااا كيما نحكيه بلغتنا العامية على زي راسو فمشكون اللي عجبو فلان فلان مش مساعدو فلان ما جاهش علم الضغة بطبيعة الحاك هذا مو هذين زيتا يتكراه في كإطار الأكل مزايدة متاع النازهة والنظافة والدرشنو آه لا فلان شو بيك عنده قضية وش يكين به وندرشنو وواحد وكذا معناته أنا تعوي نمشي نختار أي نائب مثلا نمشي نقدم به قضية نقول نقول سيدي النائب ذاك سرقني مثلا يبطل أول حاجة نعملوها نحيوه من نياب هكا معناه هذا معقول هذا الجمهورية كيفاش تمشي هذا الدولة كيفاش تمشي علم أنه بش نحطه زادة الأمور في إطارها كانت تذكره ذاته يوم من شهر مارس وقت الجلسة الافتتاحية متاع البرلمان هذية فما نائب دخلو هزوه من داخل الشرطة هزته من الجلسة عامره إيه ما نحكي لك كيفاش بديت الحكاية إيه إيه ما تقلقش ذكعات إيكا تشوف أعدد قليل برشة حسب ما نتفكر من من النواب اللي قالوا سعب شوية سعب الشرطة راي ما تدخلش للقاعة الجلسة راي فيها نوع من القداسة كسة لذي كرام شنو شنو داخل الشرطة بش تهز ولا بش تعمل ليش بش تعمل شو معن معنتها جينا في أول في أول جلسة صورنا بال لايف كيفاش السلطة التنفيذية تدخل تدخل معناها بالمعنى بالمعنى الجسدي والمعنى المعنوي في السلطة في التشريعي في الوظيف وطعر ظلم في الدور زي مازال بعد شوية مروين مش نسمعو مش نسمعو اكسترين حابك تركز فيه برشة يحكي على التسريبات وكيفاش لحزاب وليت مافيات على حسب سي قيس القروي نرجو بعد ما نسمعو عنوين الأخبار زينا بالباصي تحية لك وليد والكيفة السيدة المستمعين واللي حاضرين معنا في السيديو نشرت مضي ساعتين ونص في عنوين جميعة التعليم الأسيسي تقول انها بانتظار تحديد موعد التفاوض مع وزارة التربية نقرأ زيدة جميعة النسيج تدعو إلى تحيين التشريعات لتمكين القطاع من توفير أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل وفي العالم فيضانات عارمة في هونغ كونغ إثر أمطار هي الأكثر غزارة منذ نحو 140 عاما شكرا لك زينب الباستي فاصل أقصير الرجعين في الإكسبريس الآن ضيفنا عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عودات يكون ضيف الانتربيو قبل ذلك بشنوصله في قراءة للأخبار وتفاعل مع موضوع التسريبات في تفاعل مع موضوع التسريبات النشط السياسي واللي كان أحد المفسرين في حملة رئيس الجمهورية قيس القروية وفي حضوره في راديو شمس أفهم علق على موضوع التسريبات وشدد على أنه التسريبات تأكد أنه الأحزاب حسب رايو تحولت إلى مافيات التسريبات اللي نسمع فيها تأكد لحاجة بركة اللي أنا كنت أتأكد منها عندي برشة واللي هما هالأحزاب هما في الحقيقة تحولوا إلى مافيات مالية وسياسية مافيات اقتصادية سياسية واللي همهم الوحيد هو كيفاش يأخذوا السلطة باش يحميوا مصالحهم الضيقة وباش يصمسروا عندهم حتى علاقة لا بالشعب لا بالوطن لا بالوطنية لا بحد شيء والله هذه أشياء القضائي ما عنديش بش ندخل فيه راو ما يمنش فيه مدام وقفوه هما مدام عندهم عليش وقفوه منظنش كان القضاء قاعد أكيكا ما عندهم ما يعمل قاعد يبرا نمشي تاو نشد منظر الونسي وقفوه على خاطر أول حاجة الساعة باش يعرفوا الكلام اللي تقال ذاكا في التسريب صحيح ولا على خاطر فيه حاجات كمام بس الأمن القوم وكهو تاو القضايا يتصرف معه ويعمل تحقيقات متاعه إذي عقلية براموم بتاع البيعان والشريين تحت الطاولة في السياسة في تونس بعد الثورة بطبيعة كثرت وكثرت الأطماع قايس القروي يمكن الناس اللي تسمع فينا ما تربطش بسهم ما بين الاسم والمحتوى قايس القروي هو اللي طلع عنا بنظرية محافظ البنك المركزي هو اللي طلع الدينار ويهبطه كما يحب معنا كيحب الأوروي واللي سوموا ثلاثالاف المحافظ يطلع وكيحب يرجعوا ألفين معنا زوز دينارات هبط كيما يساعدوا هذي نظرية سيقايس القروي اكتشفناها توا يمكن عشرة يامل تالي يعطينا في رأيه في الأحزاب اللي تحولت إلى مافيات وهذا يفهمها بظاهرة التسريبات هو ساعة يظهر لي هذي يعني الحاجة الحكاية اللي صارت هذي بتاع التسريبات من الطبيعي أنها تغذي الكلام الشعبوي الكلام الشعبوي اللي مبني عليه مبني عليه مبني عليه الطرح السياسي لو اسميناه طرح السياسي بتاع رئيس الجمهورية ومتاع الناس اللي معاها نبدأوا الساعة بالتهويل والتعميم عندك حاجتين اللي هما دي زليمان اسانسيال لكن نبدأوا نوقعوا نحن اللي يبدو أنه فما تسريب منسوب إلى المنظر الونيسي يولي يوسع الأحزاب كل كلها ما تصلحش وكلها خايبة وكل هكذا بخطرة لازمنا نغذي هاك الكلام الشعبوي على أساسها ونحن نتخبطه في النعمة هاو ما فهميش أحزاب هاو ما نعرش أغدق علينا الخير بالتنسيقيات هذا من ناحية من ناحية أخرى فما نوعا زاد من التهويل وأنا أعذر جهلي في المسألة هذه لتوى ما زلت مراش معنا شنو اللي بسم الأمن القومي كما قال سيقيس القروي وشنو هالي هالي برر وأنه أنا كدفع ضراء بالنعمة العمومية ماشي يتلاوش على منظر الونيسي أخي بالحق يكره جمعته في الحزب وإلى لأ ما مراش شنو اللي شنو اللي يهم الدولة في شأن داخلي انشقاق سمي اللي تعب هذك وقت هنتعداه إلى القراءة السياسية شنو قعد يصير في وسط حركة النهات هذك موضوع آخر أما دولة وشنو وشنو دخلها في الموضوع هذي الحقيقة لحد الآن مزلت ما سمعتش إجابة آآ مستفيدة في المسألة هذي هذا حاجة الثانية الحاجة الثالثة رأوا آآ معنات حتى إذا كان حتى إذا كان ديما نحن التوانسة معناتها آآ مش في بالنا لي نحن طيارات على العالم ومش في بالنا لي نحنا رأنا شديد شمعنا هالكلامة ذا رأي السياسة تتعمل بالأحزاب والأحزاب الهدف الأساسي متع إنشاءها ومتع وجودها هي الوصول إلى الحكم من بعد آآ يتضح وأنه في تونس آآ الأحزاب كل اللي وصلت للحكم وحتى اللي شمت هكا شمت ريحت الحكم حتى من بعيد الكل هفام ومارسات من نوع ذا كل ولكل هفام ومارسات معناتها نمشيو مش نقربو الصورة نمشيو آآ نحن برش عباد مع بعضنا نمثلو نقولو مية واحد جو دينا نقولو مية واحد نحن نمثلو الحزب الفلاني الحزب الفلاني اذاك خلط للحكم على خاترنا توانسة للأسف على المياه هذوكم عندك خمسة عشر بشي ما ما تكسرش رأس العالم الكل يو ماروين من نجموش من نجموش ن نعتمدو على هكل الخمسة عشر ذوكم بش الخمسة وآخرين الكل الساعة ولي وفي سذ habida و البرشة أحزاب الاخرين اللي كيفنا حتى هما في سذ ما تعالش كيف​ اللظام كله ما يصلحし لا نصير ش هك رأي الامور رأينا هذا في تونس عملناه برشة مرات رانا كيكملنا معا بن علي وعملنا ثورة وعملنا ندرش نوه ظهر لنا اللي المشكلة ما في الدستور ونعملو تأسيسي ونعرفو تأسيسي وانتي خابت تأسيسي والواحد شنو صرفاه ام بعد جينا سيدي قلنا اه لا لا حتى تذي ما 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 تساعدش ايجا سيدي نعاود ونرجعو تقريبا وين كنا اما بطريقة هكا بالضحكة وهكا حاجة كول اكثر شوية حوار وطني نعملو نيدة تونس وحوار وطني ام بعد جينا خلطنا عملنا وصلنا به حتى لالفين وتسعتاش الفين وتسعتاش كيف كيف? الفين وتسعتاش وما حدث في الفين وواحد وعشرين من بعد اللي هو ما هو الا اه 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 لا تعرفوش كيفيش لا كنا في الغلط اه ككل الكلو غالط طيش ايجا نعاودو من اللول اه نعملو بالنظام جديد ونعاودو بينما راهو الامور راي ما ما تصيرش هكا راوقت اللي الحزب اليميني اه في فرنسا ولا ولا الحزب الاكولوجي في المانيا يخفق في الحكم راول الحزب اللي يجي بعد وبش يحكم هو ميجي يجي يقول راولي صار لكلو غالطو هتنعاودو نعملو دستور ونعملو ندرا شنو ويحكم مكاكا خامسة اربع هو اه اربع سنين هو شنو كتبلو ومبعد كي يرجع كالحزب اليميني الاخر يقول اه لا حق انا بداو الساعة اسمع اه قياداتكم بش نحطهم في الحبس وانتو مغفاسدين وما تصلحوش مش هك ما تتبناش هكا راي لا السياسة للبلدين دون خلنا نكون عنا بعض التواضع ونفهمو اللي رانا ماناش بش نصنعو العجلة من جديد ونبطلو ما الصنع ضيه متاع متاع توزيع شيكات السوكوك الوطنية والنزاهة واندرا شنو نجي يعنا مهما مهما على شأني ولهناء حتى اننا نحكي حتى على رئيس الجمهورية رأسا نجي نقعده في كرسي ويقول ان انت باهي انت فاسد انت ما تصلحش انت خاءن انت كده لو ما 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 تصيرش هكا الامور اه ثلاثة شروط للمسادقة على الرزنامة الانتخابية بصفة رسمية حسب محمد تليلي المناصر عضو الهيئة العليا المتسقلة للانتخابية محمد تليلي المناصر ينائب رئيس الهيئة اكد على ضرورة تحقيق ثلاثة شروط للمسادقة على الرزنامة الانتخابية بصفة رسمية منها وابرزها سد الشغور الحاصل في الهيئة والشعر لانه هيدا بشيقع في الفترة القادمة حاليا حاضرين على جميع الوجهات لوجستيا بشاريا حاليا عنا خريطة رسمية لالفين وخمسة وثمانين عمادة وهذه هي المرحلة الاولى باش نجموا نواصلوا احنا وندخلوا في المرحلة الثانية اللي هي التقسيم الانتخابي تقسيم الانتخابي شو معناها؟ معناها واني الهيئة مطالبة بالمرسوم واني تحدث دوائر انتخابية جديدة بالنسبة للمعتمديات لفها اقل ما خمسة عمادات حاليا حاضرين فقط نحن بانتظار تحقق ثلاثة شروط للمسادقة على الرزنامة بصفة رسمية الشرط الاول يسد شغور بالنسبة للهيئة الشرط الثاني بصدور امر تقسيم الدوائر الانتخابية ثم امر صدور الامر بتاع تقسيم الدوائر وتحديد الاماكن المخصصة لها الشرط الثالث بتبعت الحال هو صدور امر دعوة الناخبين في غضون ايام انا نتصور المسألة باش تحسن ان شاء الله الاسبوع هذا سد الشغور الحاصل في الهيئة اللي هو واحد من شروط المسادقة على الرزنامة الانتخابية حسب نطق الرسمي للهيئة العلية المستقلة للانتخابات كان محور لقاء سوز لقائت في ظرف تقريبا 15 يوم وفي الزوز بلاغات اللي يخرجوا بعد اللقاءات الزوز فما في القريب العاجل مكتوبة اه باش يتم سد الشغورات اه اه اي فرح قال لنا سعر وخدمة الزربة مكتعرف اه مجبناش نخدمها خدمة الزربة اذا من ناحية من ناحية اخرى انا يهجبني برشة لحقيقة الاختيار الكلمات اختيار التعابير حاجة حاجة مزيانة برشة اه لانه سيم محمد تليلي المصري ومن لومش عليه الداير يعني في المسألة يتحدث على ضرورة تحقيق ثلاثة شروط وهي في حقيقة الامر ضرورة صدور ثلاثة اوامر من عند من عند رئيس الجمهورية معنتها رئيس الجمهورية اللي هو رئيس الوظيفة الدم في ذي يتحكم تماما في المصاري الانتخابي في خرج الامر ولا ما خرج وفي وقتاش مش يخرج بلا يخوذني على قد عقلي مروين شنو فائدة رئيس الجمهورية في عدم اصدار ها ثلاثة اوامر اللي عنا توى اكثر من ثلاثة جمعات نحكيوا عليهم وكانوا محور زوز لقاءات مع رئيس الهيئة لي نجميكون مش فئمي نجميكون فاما زوز قراءات فاما القراءة الولانية اللي هي ما فاماش يعني نية في التأخير مجرد تقعص وبطء متع ادارتون سيئنا صاوروش معناتها في رئيس الجمهورية اللي هي ادارة في اخر الامر شمي باي؟ خيانتي كتجي لأي آآ زعمة شوما عندهم شوراق؟ ما فماش رئيس ديوان الساعة بده من غاتي باي؟ نحكيه على إدارة راهو للممثلين متاحها الساعة راهو شوية راهو رئاسة الجمهورية أول حازة قبل ما تكون في قيمة اعتبارية وكذا واحد راي مكينة إدارية مكينة إدارية ممتياز لازمها رئيس ديوان معناتها دمدوم كما نقوله باش يسير الأمور ذاية باش رئيس الجمهورية يكون يخصص وقته ويكون مصخر لمساء الأهم هذا ما فماش حاليا معناتها إمكانية أنه يكون مجرد بطء إداري عادي ما نستبعدهاش تماما هذه حاجة والحاجة الأخرى إذا كان نحبه نقراه ومعنات قراءة سياسية للمسألة راهو لازمك الانتخابات اللي باش تتعمل هي خطوة من خطوات هذا المسار المسار الثوري المجيد نحنا علش ما نحكموش فيها وقتاش باش تتعمل بمعنى أنه تكون في مناخ مناسب بمعنى أنه نحاولو هكا نجيبوها نجيبو الانتخابات في نوع منه اللي نيومون دي بلانيت هكا اللي وجو على اللي نيومون دي بلانيت اللي وجو على بريود باهية زادة اللي وجو على باش ما نعودوش كل فضيحة الحداش بالمئة في البرلماني هذي زادة قراءة ممكنة في جميع الحالات الهيئة العليا المستقلة الانتخابات تنتظروا أنه السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية تقول لها شنوبش تعمل وقتاش وكيفاش إذا كانت راو أنه هذي معناتها ينطبق على حياة ديمقراطية ساليمة وينطبق على هيئة على تسمية هيئة مستقلة مستقلة على شنوبه شنو الاستقلال وانتي حابس تستنى في ثلاثة اوامر يستنى يجيوك وانتي تحكي على واختيار الظرف المناسب انا عندي مخي وذكرتي انتقائية ومخي معبي ببرشة خرم اللي نذكره 17 ديسمبر 2020 دي هو كان يوم الانتخابات التشريعية ولي كانت جزء ملحداش في المياه نهارتها كان فما ماتش المغرب كانت تذكر ترتيبي في كاس العالم وفما شكون خرجه وقال الضعف المشارك على خطر ناس تتفرج في الكورة ايه دوك السنين فما شكو بديموت هذي مثلا ينجم يكون برمية الاحداث اللي تنجم تساعد على نجاح الانتخابات شاء الله ما نعملوش حداش بالمية بلايش كوب ديوموند علق المر اللي فات فما كوب ديوموند لطقينا على شنو نحطه هلا غال هلا غال فما انتخابات اللي هو بابا ما انتي بدي مش بت توارخ فما انتخابات خمس عشرين جويل يا زاد طب الاستفتاء استفتاء وقت جاي برو مو شنو مو شنوي انو اختارو بتريقة اسلم من هك فماش كوبدا فريك زلتا. فماش حتى كأس العالم للصولة جان ما ثماش. لازم ان نتفقد انتفقدوا لجندا بتاع انس جيبر. صحيح نجم تعملنا حكاية انس جيبر. خاصة ان كان يجي سبت ولا حدي نجم يجي فينال ولا دمي فينال بترسي ان في مشكلة. يولي المسار متعثر. بيه? نحكيه على المجلس المؤقت للقضاء العدلي. المجلس المؤقت للقضاء العدلي هو في نفس الاتار هو كان اه اه افتح بالترشح لسد شغور في خطط عضو من القضاء العدلي بالهيئة العلم والمستقلة للانتخابات قاضي عدلي عنده اقدمية عمل فعلي بعشرة سنوات على الاقل لمجلس القضاءات اه ادعاء مجلس القضاءات اللي تتوفر فيهم شروط الترشح لعضوية الهيئة الى اداع ترشحاتهم اه في كتابة المجلس اه من هنا الى غير. عن طريق الفاكس. عن طريق. عن طريق الفاكس. وذلك بذلك. او عن طريق الفاكس. مليوم حتى الانهار. اقرأ لي نمر الفاكس يفضلك. مليوم حتى الانهار احداش في الشهر. الفاكس والله ما نقرأ سبعين ميتين واحد ميتين وثمانية وعشرين. اه يا سيدي عندك المجلس المؤقت القضاء العدلي مازال يخدم بالفاكس وهذا نمر الفاكس سبعين ميتين واحد ميتين وثمانية وعشرين. اه. هذي اللي بش يصير من خلاله ترشح لعضوية. يصير اه يصير قاضي عدلي في اه عضوية العضوية الهيئة. اه نعرفوا للقاضي العدلي اللي كان موجود اه اللي كان موجود استقال اه في الاستقال في السابق وطبع في خضم الاحتجاجات متعلى متع القضاء. كان تضامنا معاهم من خلاج من خلاج من الهيئة وهذه اه 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 يعاوضوا قاضي اخر. بالفاكس اه الابقاء على نسبة الفايدة رئيسية دون تغيير. مجلس Shar housed الدارة البنك المركزي قرر خيري الاجتماع الابرح الابقاء على نسبة الفايدة رئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمية هذا حافظ البنك المركزي منذ واديسهامبر الفين والثنين او او عشرين على نسبة الفايدة رئيسي في مستوى ثمانية بالمية بعد ترفيع فيها بخمس وسبين نقطة أساس وذلك بعد تقييم المخاطر اللي يتحفق بمسار التضخم واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي في بيان أصدر وعقب اجتماعه أن المستوى الحالي لنسبة الفايدة الرئيسية من شأنه أن يدعم التباطئ المتواصل للتضخم خلال الفترة المقبلة وأن التوجه الحالي للسياسة النقدية بإمكانه أن يساهم في السمرار انفراج هذا التضخم نحكيه ديما على مجابهة التضخم بترفيع نسبة الفايدة أو على الأقل الإبقاء فيها في نفس المستوى لهو مرتفع 8% كنسبة الفايدة كان قارنه بالمنطقة في جيراننا مثلا القراب بعيد ياسر نسبة الفايدة بعيدة ياسر على بعضها ما نعرش لأي مدى مروان الحل هذا ورى النجاح متاعه على الأقل نقديا بالأساس واقتصاديا كذلك هو السؤال هذا سؤال سؤال محوري وسؤال ما يتجاوبش عليه بسهولة صحيح لأنه لازمه دراسات ولازمه قراءات نعرف على سبيل المثال وأنه الأستاذ رضاش كوندالي الخبير في المسائل هذية وكان فسر في عدد من المناسبات أنه فسر التحفظ متاعه على الأقل في استعمال نسبة الفايدة كطريقة للتحكم في التضخم فما يعني مدارس أخرى اللي تقول لك ذاك صحيح واحد وما يكفيش لكنه أدات من الأدوات على كل حال توا إذا كان البنك المركزي أو مجلس إدارة البنك المركزي قرر المحافظة على النسبة المرتفعة كما قلت أنت فهذا يعني أنه مزالت فما مخاوف على التضخم هذا وعلى مسألة نسبة التضخم والمسألة الأخرى المهمة اللي ينزمنا سعنا أن نعرفوها مهما يكون التصور متاع كل واحد على المستوى الاقتصادي البحثي معناها في جميع الحالات نسبة الفايدة الرئيسية وحدها لا تكفي لمجابهة التضخم وهذا اللي رأوا فيه يعني رأوا كي شفنا التقرير متاع الاليانيس فيما يخص معهد الإحصاء معهد الإحصاء فيما يخص زيادة الأخيرة في التضخم يكفي وأنه الدولة تقرر تقرر زيادة في أسعار الدخان على سبيل المثال بشتادي يطلع التضخم مهما يكون نسبة الفايدة الرئيسية ومهما يكون تكون مجهودات البنك المركزي فالإطارة ذاية لازم فهمها تكون فهمها سياسة كاملة اللي سياسة النقدية تكون أحد إحدى العناصر متاحها وهذا يكون السياسة الكاملة هذة يجزمها زيادة تاخد بعين الاعتبار التضخم المورد اللي موجود اللي تعاني منه تونس في جانب كبير واللي هو يخرج بطبيعة الحال أيضا على مجال يعني تصرف أو تحكم البنك المركزي التونسي ما تنجمش ما تنجمش أنت تحكم على كرهبة باهية ولا خائبة اعتمادا على الضو يخدم ولا صحيح الضو يعاون صحيح ما تنجمش توقف الليل بلاش ضو أما ما يكفيش هذا باش تعمل رأي على الكرهبة الهنا تقريبا نفس الشي علم أنه نجيبنا في نفس الطرح بما أنك اذكرت مثلا سيريداش كونديري اللي بشيكون ضيفنا ماذي تلافة في الانتغفو في نفس الموضوع نسبة هذه نسبة الفايدة المرتفعة ثمانية في المية بالرغم اللي هي تم الإبقاء عليها دون تغيير ولكني وقت اللي بشي يقترض الناشط الاقتصادي هي عقوبة نجم ونعتبرو عقوبة وأنفرام معناها حاجز قدام الاستثمار على خاطر كي بش تقترض هذه نسبة ثمانية في المية معناها ولا نسبة الفايدة الرئيسية وتزيدها تزيد البانك بمعنى ثلاثة إلى أربع نقاط على الأقل بش تولي تقترض في أحسن الحالات باثناش تلوتاش في المية شنية الاكتيفيتة اللي ينتي يلزمك تخرج مارج تخرج ربح نعم يفوت يفوت هالنسبة هذي بش توصل تخلص فلوس البانك ريان كل فلوس البانك صحيح معناها في الأخير من ناحية أخرى سيدنا البنك المركزي يقول لك إذا كان تخرج برشة سيولة بش يزيد لي تضخم مزيد تكير لك علشن معناها المعادلة مش عدي هو التضخم مش قاعد يزيد ريان ما هو مش قاعد يزيد هذاش كان يقول مروان هالطريقة هذي في محاربة التضخم يلزمها يكون معها حاجات أخرى معناها مساندة حزمة كاملة ما نكتفيوش بالإبقاء ولا الترفيه في نسبة الفايد نذكروا اللي يشيف اللي يجيو في التقرير متع ليا ناسا التضخم في سلة المشتريات التونسية متع المواد الاستهلاكية اليومية قداش زادت لحم الظأن مثل حمل علوش اللي زادت تقريبا 28% البيض 22% الخدمات البنكية فكرت ناخل غالي 22% لحم الظأن هاو التضخم فين قاعد يزيد هاو التونسي أي واحد يسمع فينا هاو فيش هذوكم سياسات دولة هذوكم سياسات دولة متع تزويد ولا سياسات تخص الفلاحة فيما يخص الانتياج وفيما يخص حويش من نوع ذا بايش بش يعمل البنك سونترال وقت لي البنك سونترال يعمل في حاجة وسياسات دولة في طريق آخر وفي ثني أخر فكرتني في البيجي اللي يرحمه وقتلي المراجد وقبل الانتخابات وقتل وراء وقدش عندها ما كليتش الحم يا خيقام يبكي اللي يرحمه وكانتوا يشوف سوم العلو شو نارش يعمل شو نواصلو في قراءتنا للأخبار ونحكيه على الشأن التربية وعلى الأقل من الجانب النقابي العضاء الهي اللي نري القطاعي للتعليم الأساسي اللي اجتمعوا البارح في الحمامات كنات حدثنا الاجتماع ومنتقدوا وانتهي جزارة التربية السياسة رابضة للمفاوضات الجماعية مع الجامعة العامة التعليم الأساسي الممثل القانوني للمعالمين وطالبوا بالعودة إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة مع الجامعة العامة ولا مع الاتحاد العام التونسي لشغل مع المركزية النقابية تأمينا حسب ما يقولوا لعودة مدرسية طبيعية وتنقية المناخ الاجتماعي وطالبة الهيئة الإدارية بالإفراج عنده وجور المدرسات والمدرسين وإلغاء الإجراءات اللي يعتبرها جائرة المصلت على المديرات ومديري المدارس إضافة إلى أن الهيئة إدعاة إلى الصرف الفوري للمسحقات المالية المدخلدة بذمة الوزارة منحة الريف الساعة الإضافية ومسحقات النواب وإلغاء البلاغ المتعلقة تزيد الشغورات الظرفية في إدارات المدارس الابتدائية وعبرت على استعدادها التام للدفيع عن مكتسباتها ومطالبها الوير ده باللوائح المهنية باعتماد كل الأشكال النظالية المشروعة هل يمكن اعتبار هذا مراجعات هكا منهجية في طريق التصرف للجامعة العامة للتعليم الأساسي مروين بعد اللي صار عمناول هو ما ما نتصورش وأنه النجم نوصله لكلمة مراجعات نظراً لأنه الجامعة تعبر زاد على نيتها في أنها باش تدافع على المكتسبات بالأشكال النظالية ما أنت يبدو وأنه متحذرين لمواجهة لمواجهة أخرى يظهور إذا كان فما مواجهة مش تكون بحجب الأعداد مرة أخرى مش تكون بحجب الأعداد مكانش في كاس برشا نتصور هذا التقييم اللي خرجت به الهيئة الإدارية متع للمعلمين لكن في جميع الحالات هذا يعني ما يغنيش وزارة التربع لمسؤولياتها في المسألة هذوم هذوم الناس يزمك باش تحكي معهم يزمك تحكي معهم بطريقة أو بأخر شفنا نوع من التعنت شفنا تطبيق القانون وكل يعني اللعب على تلك ذلك الحبل الشعبوي ناحينا لهم الشهاري وعملنا لهم درش نوع لكن في آخر الأمر لا مفر من الحوار مع الناس ذوم على خطر باش تخدموا مع بعضكم إذا كان نزلتوا بطبيعة الحال ناوين تخدموا لمصلحة ذلك التلميذ وذلك الولي في غير هذا يا سيدي إلى المواجهة في غير هذا هذا نعاود مرة أخرى أن الدولة تونسية تحقق في تحقق في ما يسمى بالإنجازات وفي انتصارات على على المعلمين اللي مطلوب منهم باش يكونوا الناشئة شكرا لك مروان عشوري كوت جال هذا البرلمان